شخصياً أنا كنت نرى وليد من المدربين الذي يحمل منظومه ويحمل لعبه الخير المثال تصريحه الشهير قبل بداية المنديل علي يوسف مصيري هذا ربما الفرق ما بي لاعب ولاعب في القراءة تصريحه الوليد رقريكي كله يقول بأن المدرب تايق فيه يخصني نكون مزيان وكله يقول المدرب تايق فيه بمعنى أني ضامن بلاسي وهذا ضامن بلاسي خلاتنا البارح كنشوفه لعبه قدع الكورا كي بدأوا يجرروا فرجليهم هذي كانت مشكلة والخادمة الدفاعية البارح اللي كانت من الحويج اللي لاحظناها كاملين الحمد لله المنتخب دي كوالدوار المواجين من ديالو كانوا البارح ما عندهوش تركيز قدام الشبكة دي اليسين بونو كون كانت تركيز كنا ناخده ثلاثة دي الأهداف في شوط أولا خرجوا ديك الساعب واحد الكاريتة ثلاثة دي الأهداف فصافي المباراة مشات الحمد لله ما كانوش مركزين فهذا كيبين بأنه كان عاد نضع في المنظومة الدفاعية والتأثر ديالش كان اللاعب اللي كانوا اللاعب اللي كانوا اللاعب اللي صافي كيقولوا بأنه نعن دي البوست ديالي تيوتيلير في تشكيلة دي الواليد وهنا ما كيبقاش الإجتهاد اللي خاصه يكون الإجتهاد وخص يكون منافسة مدام أنه عندنا لعابة ديالي إيفانتروا مزيان يطلع ومواليد خاص يكون الاحتكاك والمنافسة على كل بوست لعاب ولا يجوج غادي يكونوا يتنافسوا على كل البوست يعطيك واحد المزيان والواحد المزيان هو اللي ينفع الفرقها ككل ليس ينفع الفرد كاسم هو بوحده وصافي بالفعل هناك محمد قراءة أخرى واشد اللاعب اللي يسألقوا في المونديال وصلوا لدوبيفيد كأس العلام نوجوا مع فرقهم نقص شوية الحافز عندهم واشد القراءة أو ممكن نقولوا صحيح صحيح والحافز كان عند حافز أنها تربح المونس خواب المغربي كثير ما كان الحافز عندنا نحن نربح أول حاجه لعبين قدام الجمهور ديالهم ثاني حاجه لعبين مع منتخب في التصريحات وفي تعاليق وفي الليباج وكي قلوا اللاعبين مع منتخب في آي بي لعبين مع منتخب لشرف لنا أننا نلعبوا مع منتخب رابع العالم فكان عندهم محد الحافز كثير مننا نحن عندنا مباراة إعدادية مع منتخب اللي كان غايب على كأس العالم هما عندهم حافز كبير كأنهم لعبين مع رابع العالم وهذا فقط بوحده اللي حطيتي في الحافيز الدينار يلعب دور كبير وشفنا الماجدين مع البرازيل